اشتركوا في القناة وخير دليل على ذلك ما يحدث داخل نادي الاتحاد ومحاصرته بالديون بسبب الفوضى داخل اروقته والشكاوى الكثيرة سواء من مدربين ولاعبين اجانب او محليين حتى تجاوزت النفقات الارادات في ظل غياب الموازنة وابرام التعاقدات بالملايين من دون دراسة وكثيرا نا يصاحبها الفشل نتيجة عدم الصبر والمطالبة بالنتائج السريعة لذلك من اول هزة يتم الغاء عقد المدرب واللاعبين وتبدأ الاتهامات من كل جانب ويذهب المدرب بالملايين والشرط الجزائي يكون الفاصل بين الطرفين ومن اسباب الفشل تلك الادارات التي تتعاقب وتتغير بين فترة واخرى من دون حسيب او رقيب وانظمة وضعت منذ اعوام طويلة ولم تتغير ومن ثم تثقل كاهل النادي بالقضايا والمطالبات ويهرب الرئيس من كرسي الرئاسة اين قوانين الهيئة العامة للرياضة التي تجبر الرئيس على حل المشاكل المالية قبل رحيله وان المحاسبين الماليين من كشف التلاعب والغموض في الميزانيات وطرح التقارير المالية بصورة دورية هل الهيئة العامة للرياضة شريك فيما يحدث في بعض الاندية من ديون والتزامات لعدم وضعها لشرط ابراء الذمة لكل رئيس نادي اهلا بكم من جديد ابو رشيد ابدأ معك يعني انا ما راح اعمم اقول بعض رأساء الاندية يعني تشوفه في البداية وقت الترشح يحاول يسعى بكل ما اوتي انه يحصل على كرسي الرئاسة لما يجي يكون فيه تخبطات يجيب لاعب ما عجبه اللاعب مشى جاب مدرب حط المبلغ الموجود الباقي بالآجل يعني بالاخير الضحية النادي تشوف من المسؤول عن هذا هل هي الهيئة العامة للرياضة الاتحاد السعودي لا هي مجموعة يعني هم يعني شركاء يعني كل المؤسسات واللهيئات المعنية في هذا الموضوع شريك في مثل الموضوع هذا يعني لكن لا يوجد حتى رئيس أو مسؤول في النادي يبغى يعمل للمستقبل يعني كل رئيس نادي قدر الإمكان سيعمل لمرحلته يعني يهم وقته نعم يهم المرحلة اللي هو فيها وهو يعرف تماما أنه يعني يمكن دورة انتخابية أو دورتين بل كثير يعني حيكون موجود فهو ما في يعني لا تيجد أي رئيس نادي مثلا يحاول أن يعمل للمستقبل لا هو في الأساس لابد أن يصلح الماضي قبل أن يصلح الحاضر دون أن يقفز قفز سريع للمستقبل بمعنى آخر أنه إثقال الأندي بالديون هذه هي جزء من توجهات رئيس النادي في استقطاب مدربين في استقطاب لاعبين في المعنى هذا هذا يربما بالتأكيد يعني هو يضقي الكاهل للأندي ويمكن زي ما جاء في التقرير المسألة يعني تحتاج إلى كثير من الأنظمة والقوانين والضوابط أو كما يسمى إبراء ذمة لأي رئيس نادي يرغب حتى في الخروج أن الأنظمة واللواح والقوانين لا تسمح له ما لم يكون هناك مثلا ما في ذمة شيء ما في ذمة شيء سواء بالنسبة للاعبين لمدربين لاستحقاقات أي مديونات أخرى هذا كان حتى متواجد في السابق لكن في ظل التحول الآن فيما يمكن أن يطلق عليها الحوكمة وتنظيم يعني مسارات العمل أنا متأكد تمام أن المرحلة القادمة الخصخصة بالتأكيد وتفعيل الأنظمة واللواح المعنية تحديدا بأن نادي يثقل النادي بكهول ويقع عقود مدربين ويقع عقود لاعبين ومدونيات وبالتالي يستقيل هذا غير صحيح أطلاقا لابد أن يوجد بدال طيب أبو رشيد يعني قاعد يأخذ راحت رئيس النادي من يعني من تشوف أن المسؤول أنت كود أنك جاوبتني من من وجهة نظرك المسؤول هل هي الرئاسة العامة يعني من المفروض أنه يلزم ويجي يقول له تعال أنت استلمت الآن رئاسة النادي نعم أشوف الرئيس الذي قبله كم عليه والرئيس الجديد الذي الحين وش عليه المعني في الموضوع هذا سؤالك جميل مصفر أنه من المعني في الموضوع هذا إذا رئيس نادي أثقل النادي بيديون ومشلاء أول شيء لابد من تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندي لابد من تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندي هذا الموضوع معطل نهائيا حتى في الأندي يعني ولهذا تجد رئيس النادي أو مجلس الإدارة مثلا يثقلون النادي بالمجلولية تتظن أنه كل فترة تقام أثناء رئاسته لا أنظره من جانب المحاسبة والمراجعة والتدقيق في مسألة أنه الرئيس يبغى يستقيل بها السهولة لا فيه رقابة من الهيئة العامة للرياضة فيه رقابة من مكاتب الهيئة في المناطق فيه رقابة من مجلس الإدارة المنظومة الإدارية التي في النادي لابد أن يكون لها دور كبير أنه أنت لا تورط نفسك أنت تورط مجموعة معك تسعة أو العشرة في أعضاء مجلس الإدارة يطيك العافية أبو رشيد أنتقل لضيفي الثاني أبو حاكم أبو حاكم أبو رايك هل تتوقع أنه لو كان فيه من الاتحاد السعودي أو من الهيئة العامة للرياضة يعني مكتب قانوني محاسب قانوني لو فعل دوره هل ممكن يكون هو الحل؟ هو متواجد يعني الآن مسفر بالوقت الرهن وأنا أتعدث معك الآن هناك مكاتب محاسبة بس هل هي متعاونة معها الأندي؟ أنا هذا الشيء اللي يبغى أوصلها هل هي فعلت بالشكل الصحيح؟ هل الإجراءات التي تأخذها الآن مع الأندية ومع المكاتب الخاصة في الهيئة العامة للرياضة بالشكل الصحيح؟ بكل تأكيد رياضتنا بالوقت الرهن قاعد تمر في عزمة كثيرة لا أحد يقدر يقول غير هالكلام نشاهد الآن الضحية أو الواضح أمام الجمهور وأمام المتابع الرياضي القضايا التي يعاني منها نادي الاتحاد وهي بسبب رؤساء سابقين نتحدث كذلك عن القوة الإدارية في الأندية أنت بحاجة إلى الإدارة عندما يستلم أو يكون ذو خبرة في استلام هذه الدفة الكبيرة التي من الصعب جدا الحصول على موارد مالية وأنت ليس لديك قبل نتحدث عن الفريق الشبابي بالوقت الرهن في ظل هذه العزمة العزمة الديون التي عليه وهو مبلغ ليس يعني يقارن بمبلغ نادي الاتعاد نتحدث عن الاتعاد ما يقارب المئتين المليون نأتي للشباب ما يقارب ثلاثين إلى خمسة وثلاثين مليون فشوف وين الصعوبة في عدم إيجاد مثل هذه المبالغ في نادي الشباب نتحدث أنه بالوقت الرهن أنت بإمكانك مجلس إدارة إمكانك كمستثمر أو كمسوق حصري للاستثمار في نادي الشباب بأن تجلب المبلغ هذا بسهولة إذا كان استثماريا تصير بالشكل الصحيح موضوعنا الأساسي وهو الديون وهو الأمر الأهم بالوقت العالي ولا بد يعني طالبنا فيها من سنوات اللي هو التدخل من الهيئة من هيئة الرياضة مع سمو الأمير عبدالله بن مساعد كذلك من الاتحاد السعودي والرئيس الجديد الاتحاد السعودي الدكتور عادل عزة نتمنى بأن تتم تفعيل مثل هذه الأمور خاصة بأن الأندي أصبحت تعاني رئاسة بعد فترة رئاسة بعد فترة رئاسة والمتضرر ليس فقط الرئيس يعني الرئيس ما يجي عليه ضرر مع الأسف أن المتضرر هو الكيان والنادي وكذلك الفئات في هذا النادي نتحدث عن العام مختلفة نتحدث عن كرة قدم حتى على مستوى الإداريين والمنسوبين النادي هي أمور كثيرة يعاني منها الأندي بالوقت الحالي والسبب واضح الآن جامل السبب واضح هو سبب عدم المقدرة الإدارية لدى رؤساء الأندية التي تولوا هذه الدفة نشاهد كثيرا من الأندية تعاني بالوقت الران حتى إذا ما كانت هذه المعاناة ظاهرة فهو بكل تأكيد كل نادي لدينا الآن في دوري عبداللطيف جميل يعاني معاناة كبيرة في النسبة للموارد المالية حتى على مستويات عديدة يعني الشيء الواضح لنا الآن وهو كرة القدم فقط عنك رياضيين أو كأعنام رياضي عكس بقية الألعاب المختلفة فيه كوارث في الألعاب المختلفة فيه عدم اهتمام في هذه الألعاب فيه حتى كذلك في مسألة العقود مع اللاعبين والمدربين والإداريين في هذا الموضوع فهو أشط صعوب من كرة القدم يعني إن جاءت كرة القدم أنه هي الشيء الواضح والشيء اللي لدينا كجمهور انتقل ضيفي أبو نهار رأيك أبو نهار أنا مرة أسألك رأيك أعطيني رأيك أول شيء الأخوان ما قصر وما شاء الله أسهب وفيه الجانب أنا أرى الأسباب تتعدد أول شيء الإدارة الرياضية ممثلة بهيئة الرياضة اللي هي رياسة العاملاء الشباب سابقا والاتحاد سويد وكرة القدم يتحملون الدور الأكبر من المسؤولية من خلال استثناعات التي صارت من خلال التسهيلات التي صارت لأندية على حساب الأندية أخرى كله أنه لا يتعاقبون من الفيفا وهذا شيء غلط يا أخي في أندية ملتزمة وتصرف في ميزانية معينة وفي أندية لا بذخ وصراعات على اللعيبة وفرض عضلات في النهاية نجد أنه يصير المعاملة للنادي هذا والله تكفو لا يعاقبون ولا كذا وكذا فصار فيه استثناعات سابقة ما ودنا نسرد التاريخ ولكن نتكلم عن الوضع الحالي أنا قاعد أرى الأمير عبدالله والهيئة الرياضية بشكل عام اتخذوا خطوات جدا ممتازة في هذا الجانب قاعدين يسوون كنترول على الديون المستقبلية وأيضا يحاولون يعالجون الديون الحالية خطوة متقدمة بلا شك بلا شك من في الطريق الصحيح اللي أنا أبي أصل له الجمعيات العمومية عليها دور كبير أنت رئيس تنفيذي للنادي أو رئيس النادي يفترض دورك يكون تنفيذي لا بد يكون فيه محاسب ما المحاسب بالنسبة لك المحاسب هي الجمعيات العمومية الجمعية العمومية افترض أنه كل ثلاثة شهور يجتمعون أو ستة شهور قبل ما تبدأ رئاستك لازم أن تأتي خطة عمل واضحة وإنما أهدافك السنة الأولى وإنما أهدافك السنة الثانية والثالثة والرابعة كم الميزانية التي تحتاجها وإنما تدبرها كم تحتاج من أضاء الشرف وكم تدفع كم تدفع الأمور هذه كلها يجب أن تكون في البداية واضحة وإنما كل ثلاثة شهور أو ستة شهور نجتمع في الجمعية العمومية نفس النظام الشركات وما في مدس إدارة ورئاسة تنفيذية في الأندية اللي موجود جمعية العمومية تحل محل ولا تقر أي شيء يعني ما عليش تجين تسجل أربع العيبة بعد الفترة الثالث تسجل أربع العيبة ثانين أنت خطأت هذا خطأ منك هذا سوء إدارة إذن مبعلا كيفك أنا ما أسمح لك نعم أكيد تخبب الشيء الثاني أنا أتمنى من الإصلاحات التي تصير من الإدارة الرياضية أن الجماعة يحاولون يفرضون بدءا من الموسم الجاي لك أربع العيبة في فترة تسجيل أولى فترة الثالث لك حق بس تغير واحد خسوة وكنترول إذا المدرب ما نجح معك لك حق تغيره ويكون البديل وطني يعني حط أنظمة كذلك خله يحسب ألف مرة قبل أن يختنع نعم في المدرب الوطني ونهار ما عليش إذن أحسن أحسن الاختيار لا تجيب إلى مدرب أجنبي عليه الكلام مو بس والله السمسار هذا جاء وكذا ولا والله فيه واحد يبغى عموله وخلنا نمشي يعني الأمور هذه أصبحت مكشوفة للأيان والجميع صار واعي بعد المصالح والضحية النادي والضحية النادي فالكنترول لا بد يكون الآن الهيئة الرياضية التي قاعدة شوفها تمشي في الطريق الصحيح التفعيل للجمعية العمومية أيضا إبراء ذمة هو نتيجة حتمية بعد أربع سنوات يفترض أنه ما يمشي بإبراء ذمة التي يفترض ما تصلها إلى بعد خطوات معينة اجتماعات وتحقيقات يعني من الجمعية العمومية يطيك العافية اشتركوا في القناة